سابري من عبد الفتاح من تونس عضوة بشبكة الميسيرين بيوساي بي كنت قد ساهمت في تنظيم مشروع منذ سنة 2018 يهدف إلى تحسين علاقات بين العائلات وخاصة النساء بمنطقة دوار هشر من ولاية مننوبة اليوم في هالظرف الاستثنائي اللي مرت به البلاد جراء تفاشي بيروس كورونا المستجد النساء حبوا أنهم يساهموا بطريقتهم فقاموا بخياطة عدد هائل من الأقنعة الواقية للوجه وتوزيحها على الأشخاص اللي عندهم أكثر احتياجات لهذه الأقنعة خلال فترة الحجر الصحي الشامل والحجر الصحي الموجه هذه المبادرة بصراحة تندرج في صلب المشروع بتاعنا لأنها تثمن حصة تضامنة بين العائلات كذلك تهدف إلى تعزيز التمسك الاجتماعي باللاجئ ترجمة نانسي قنقر